اهلا بكم في قناة هانور ارت النهاردة هنكمل الجزء التاني من عمل صندوق علبة المناديل ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بكمل ربط القطعة الحشبية مع الكنفا البلاستيك وبلف الخيط مرتين على المربعات الصغيرة الموجودة في الكنفا البلاستيك وبدخلها في الدوير الموجودة في الخشب وبكمل ربط لغاية النهاية ترجمة نانسي قنقر لما ربطت لقيت ان انا عندي في قطعة زيادة محتاجة ان انا اوصها وانا حددتها دلوقتي ويقصتها بيكون صعب في البداية ان انا احدت بالزبط مقاس البلاستيك مع الخشب بيكون مش واضح بعد الربط بيكون واضح انا قصيت ستة سنتيمتر بعد ما قصيت بكمل الربط كده انا خلاص فاضلي جزء صغير جدا هربطه وبعدين بعد ما خلص الربط هشتغل الغرس اشتغل الغرس اشتغل الغرس اشتغل الغرس كده انا انتهيت من الربط البلاستيك مع القطعة الخشب فاضل ان انا هكمل الغرس اللي نقصة بكمل الغرس زي ما انا اشتغلت في الاول وغاية لما اوصل للنهاية وكمان لما بوصل للقطعتين البلاستيك بشتغل عادي جدا وهي مش هتباني يعني انا لما خلص خالص اطراف البلاستيك مش هتباني اشتغل الغرس اشتغل الغرس هتباني اه متبقى معايا الأطراف آآ بلف الخيط مرتين على طرف كل مربع زي ما احنا شايفين دلوقتي بلف الخيط مرتين على كل مربع موجود في الاطراف علشان يديني شكل آآ جميل وبربط لغاية لما اوصل للنهاية ممكن في اللحظة دي او ممكن احنا نستعمل الابرة هتكون اسهل ان احنا نربط بها الاطراف بس انا كان عندي طرف الخيط فاشتغلت به على طول مرة واحدة كده انا خلصت بقص طرف الخيط الطرف دوت انا مش بس هلسعه لأ هحدده هخليه زي الابرة آآ علشان انا هحتاج ان انا اسبته في غرزة من الغرز الداخلية هدخله جوه واشده علشان يثبت معي وبعدين هلسعه مرة تانية واسبته من جوه ده هيكون شكل آآ علبة المناديل وده هيكون شكل الغرز بلونين مختلفين من الجنب وده شكل الربط من ناحيتين من ناحية الخشب ومن ناحية الاطراف اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ولو عجبكم الفيديو ياريت تكتبوا رأيكم في تعليق شكرا لكم اشتركوا في القناة